اشتركوا في القناة انا اريد من هؤلاء فقط القربة الى الله انا مذنب نقول هذا الكلام هو كلام الكفار وبهذا كفرهم الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفة قال لا انا اريد شفاعة الاولياء والصالحين نقول هذا الذي جاء عن الكفار يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون لماذا لانه ما طلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هؤلاء شفاعنا عند الله مراتب المحرمات اربعة صغائر واعلى من الصغائر الكبائر واعلى من الكبائر الشركة الاصغر الحلف بغير الله اعظم من الزنا اعظم من الربا يحلف بالنبي يحلف بالولي يحلف بحياتي برقبتي في ذمتي امانة هذا حلف بغير الله عندما يقول امانة او امانة عليك حلف بغير الله في رقبتي في لحيتي برأس ابي برأس امي بطربة ابي بعهدي صحيح؟ ايه نعم حلف بغير الله شرك اصر وقد يصر الى الاكبر اما ان تحلف بالله ولا تحلف بعض الناس يقول لك لا تصدقني بماذا احلف لك سبحان الله لا يمكن ان تحلف الا بالله حتى لابد ان تهاب من الحلف بالله لا تحلف كل شيء لان الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا ايمانكم كيف نحفظ ايمانكم؟ بان لا نحلف الا بالله لا نكثر من الحلف حلفنا نفي ان لم نفي نكفر اخراج كفارة اليمين دليل على حفظنا لليمين الحلف بعظيم ليس بالامر الهيئ ولهذا كانت ايمان النبي صلى الله عليه وسلم قليلة لانه يحفظ اليمين عليه الصلاة والسلام